سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الحلقة الخامسة أهلاً وسهلاً حبابكم مرحبكم الحمد لله جئنا لقصصك الجميلة وأنا بذكر أنه حصل حوار بين الملك أبي ملك وبين سيدنا إبراهيم أيها وسيدنا إبراهيم وعد أبي ملك حسب رغبته إنه ما يغضر به وكمان أداه سبع نعاج هدية وقال له يا جللت الملك بالمناسبة أنا عايز أسألك ليه في جماعة من عبيدك استولوا البير بتاعتنا في الحقيقة يا إبراهيم أنا ما عندي ألم بالموضوع ده وما أصبح تباوي إلا منك هسا أنا حشوف الموضوع ده وحرجى لكم بيركم يا أبي مالك أنت زي ما شايف حسي أنا فرست لي سبع نعاج من باقي غنمي طيب فرست علي يا إبراهيم أنا عاج السبعة دي هدية ليك عشان تذكر إني أنا اللي حفرت البير دي شكرا لك يا إبراهيم لك التحية يا جللت الملك وعشان كده المكان ده بيقى اسم بير السبعة لأن سيدنا إبراهيم وأبي مالك الاثنين حلفوا وعملوا معاهدة مع بعض هناك وبعد ذاك أبي مالك وغير جيشه رجعوا لمدينته مجرار في أرض البلشتين وسيدنا إبراهيم زرح شجرة طرفة جنب بير سبعة وهناك دع الله الحية الدائم وسكن في منطقة بير السبعة في أرض البلشتين لفترة طويلة وبعد فترة من المعاهدة دي الله سبحانه وتعالى حب يمتحن سيدنا إبراهيم أولاداه يا إبراهيم سوق ولدك إسحاق الموجود معاك وتحبه وأمشي لي منطقة الموريا وهناك قدم ضحية لي على الجبل الحواريك وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان متأثر جداً للموضوع ده ولكن معاكدة عزم إنه ينفذ أمر الله عشان كده قام من الصباح بدري وجهز حماره وساق ولده إسحاق واثنين من الخدامين وشال الحطبل كان قطعه وجهزه عشان يحرق بيه الضحية وسافروا من بير السب لمنطقة الموريا اللي فيها مدينة القدس وبعد ثلاثة يوم من السفر سيدنا إبراهيم شاف من بعيد المكان اللي قالوا ليه الله ونزل من حماره وقال لي خدامينه اللي اتنين إنتوا خليكن هنا مع الحمار ده وأنا حسوق الولد ده ونمشي للجبل دهك نحب ضله ولما نخلص حنرجع ليكم تاني إسحاق يا إسحاق يا الله يا الله رح يا ولدي حاضر إسحاق إسحاق هاك شيل الحطب ده وأنا حاشيل معايا السكين والنار أنا عندي سؤال يا أبوي طيب قل سؤالك يا ولدي إنت شاي للسكين والنار وأنا شاي للحطب طيب وين أبدأ حير حنقدم لي الله يا إسحاق الله سبحانه وتعالى والحيدبر الخروف أرح أرح يا ولدي ولما وصلوا للجبل سيدنا إبراهيم بنى مصطبة من الحجر عشان يقدم عليها الضبيحة ويحريقها وبعداك رسل حطب على المصطبة دي وكتف ولده إسحاق ورقده على الحطب يا سلام وسل السكين عشان يطبحوا وفي اللحظة دي سيدنا إبراهيم سمع له صوت ملك من السماء إبراهيم نعم يا إبراهيم أيها نعم ما تبدي أدك على الولد ما تأذيه الله سبحانه وتعالى عرف التزامك وطاعتك ليه لدرجة إنك كنت مستقل تضحي بولدك المحبوب عشان تنار رضاه وقال الله سبحانه وتعالى جحز ليه كبش كان متشربك من جرونه في شجرة وقالهم سيدنا إبراهيم عشان يفدي ولده بالكبش ده لما يشوفه وسيدنا إبراهيم فعلا شاف الكبش وماشى فكاه وضبحوا وقدموا ضحية لله بدل ولده وسمى المحل ده جبل الوهاب والملك خاطب سيدنا إبراهيم وأداه بشارة عظيمة يا إبراهيم الله سبحانه وتعالى بيقول لك أنا أغسمت بإزتي وجلالي أن أباركك بركة كبيرة عشان أنت ما بخلت علي بولدك اللي بتحبه وانا حضائف عدى الزريتك لغاية ما يبقوا كتار زي نجوم السماء ورمال الصحراء ويملكوا مدنا عداهم وكل الأرض حتتبارك بيزريتك وده كله لأنك أطعت أمري وبعد داك سيدنا إبراهيم رجع مع ولده وخدامينه من الاثنين لبيته في منطقة بير السبع سيدنا إبراهيم يا جماعة أخبار أهله كانت مقطوعة عنه الفترة طويلة من الزمن لكن بعد رجوعه من الموريا لبير السبع وصلته أخبار من بلده إنه أخوه ناحور قال له رزقه بتمانية أولاد من زوجته ملكة وأربع أولاد من جارية رؤومة وواحد من أولاد ناحور الأمهم ملكة كان اسمه بتوئيل وبتوئيل دا يا جماعة بعدين حيكون مهم شوية في القصة دي من بير السبع سكنوا فيها الفترة طويلة سيدنا إبراهيم وسارة رحلوا سكنوا في حبرون أرض الحسين اللي هي مدينة الخليل حسين وهناك سارة ماتت وكان عمرها مية سبعة وعشرين سنة وسيدنا إبراهيم اتأثر وحزن عليها جدا وبعد ما فاد من البكة قام مشل الحسين عشان يشتري منهم مكان يدفل فيك زوجته سارة وقال ليهم يا جماعة يا جماعة أنا غريب في أرضكم دي وزوجتي ماتت وما عندي مكانة فينا فيه عشان كده جيت أشتري منكم حدة أرض البركة فيك وبكل سرور يا سيدي بكل سرور انت راجل مقامك عندنا كبير وشرفنا لنا نديك أحسن مكان تختاره للدفن بدون أي تمن وسيدنا إبراهيم انحنى باحترام للحسين وقال ليهم شكرا لكم شكرا لكم قد ترخيركم يا جماعة لكن أنا عايز أشتري المغارة المغارة في طرف أرض عفرون الحسين وحادف عليه تمنى بالكامل لا يا إبراهيم قدام الجماعة دي أنا أدتك الأرض دي كل هدية بما فيها المغارة شكرا شكرا لك يا عفرون قد ترخيرك قد ترخيرك لكن أرجوك أرجوك تشيل تمنى الأرض عشان أقدرت فين زوجتي وضميري مرتاح طيب خلاص طالما أنت مصير كويس أدفع تمنى الأرض والأرض دي تمنى خمسة كيلو جرام من الفضة وسيدنا إبراهيم دفع تمنى الأرض وبعد ذاك مشى دفن زوجته في مغارة مكفيرة وبيقت الأرض بما فيها المغارة ملكه وحول لي مقابر خاصة لأسرة سيدنا إبراهيم يا جماعة طبعا بيقى كبير في السن وألا كان بيبارك له في كل شي لكن من الحاجات اللي كانت شغلاه إنه كان عايزي لقليه عروس مناسبة لولده إسحاق عشان كده نادى وكيله المشرف على أملاكه وقال ليه أسمع يا وكيل نعم أنا عايزك تمشي لبلدنا عشان تختار لولدي إسحاق عروس من أهالي وعايزك تخسيم لي بالله الخلق السماء والأرض واتطمني إنك ما تختار لولدي بيت من بنات الكنعانيين أنا بخسم لك لكن احتمال البيت البختارة ما ترضى تجي معاي هنا وفي الحالة دي ممكن نسوق إسحاق معاي لبلدكم؟ لا 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 ما ممكن ما ممكن تسوق ولدي لهناك لأنه الله حيرسل ملك قدامك عشان يساعدك وتلقى عروس لولدي وإذا رفضت البيت اللي اخترتها إنها تجي معاك إبقى ما في داعي إنك ترجع هنا عشان تسوق إسحاق معاك أنا ما عايز إسحاق مش من هنا أبدا لأنه الله وعدني إنه حيديني الأرض لذريتي من بعدي والوكيل أخسم لسيدنا إبراهيم وبعد ذاك سافر ومعاه بعض خدامين سيدنا إبراهيم في اتجاه الشمال للقرية اللي كان ناحور أخو أبراهيم مقيم فيها في منطقة ما بين النهرين دجلة والفرات دجلة والفرات اللي هسا عدين؟ مهم ووكيل سيدنا إبراهيم والخدامين اللي معاه كانوا سيجل لهم عشر جمال وشايلين معاهم هدايا وحاجات كثيرة ولما وصلوا للقرية اللي كان الزنة بركوا جمالهم هناك جنب رموية عشان يزقوها وهناك وكيل سيدنا إبراهيم شعر بالتعب وقال لا حولة المشوار دا كان صعب خلاص وطويل يا جماعة خلونا نقع تينا شوية عشان نفتاح عينو 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 هناك يا جماعة عينو أنا شايف لي بنات جايات مع الشهاد علينا البلداني مكن جاياتي عشان يشيلوا الموية من البردي جايز جايز اتمال يا ربي يا الله يا الله يا ربي ورب سيدية إبراهيم أزعلك التوفيق وكرام سيدية إبراهيم يا رب يا رب خلي البيت اللي بطلب منها الموية وتدني الموية عشان نشرب وتسقط جمالنا تكون هي اختيارك في السحاب طيب يا جماعة لغاية هنا أنا حقي فللة أسمعوني أسمعوني للنهاية ما حلات في المرة الجاية سوف نعرف العروس حنشوف نتيجة اختيار وكيل سيدنا إبراهيم لشركة ولد ويزحك أي رأيكم الله اتفقنا إن شاء الله شكراً لك اتفقنا إن شكراً لك اشتركوا في القناة